حياكم اللهم متابعين قناتي بن ديجل سبورت وياكم أنس صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فاجر المقطع باللايكات واشترك بالقناة وفعل الجرس وشارك المقطع على صدقائك ليصلكم كل جديد بعد حضوره افتتاح خليجي زين 25 في البصرة رئيس الاتحاد الدولي الكرة في القدم من فانتينو يقول خليجي 25 ستكون البوابة لتضيف بطولات مقبله كان من رائع حضور حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي 2023 في البصرة بالعراق بين العراق وسلطنة عمان أنا سعيد للغاية لأن كرة القدم التنافسية قد عادت أخيرا إلى العراق بلد حقيقي محب لكرة القدم وأكثر من ذلك في مثل هذه البطولة المرموقة كرة القدم هي السعادة وهي تمنح الأمل لكثير من الناس ولبلد بأكمله إن امتلاء الملعب والأجواء الرائعة في البصرة الليلة شهادة على ذلك وودوا نهن العراق والاتحاد العراق لكرة القدم واتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على الترحيب الحار وجميع الجهود التنظيمية رئيس الاتحاد الدولي كان سعيدا وقطع المسافة من أول قطع حتى بوابة الملعب ماشيا على الأقدام ليطبق ما طبقه الجمهور للوصول إلى ملعب البصرة جمهورنا العراق بعد المباراة شارك بتنظيف مدرجات ملعب البصرة الدولي بعد مباراة افتتاح النسخة الخمسة وعشرين من كأس الخليج هو منكم اليوم مباراة المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي الجولة الأولى البحرين والإمارات بالأربعة وربع ولكوات وقطع بسبعة وربع في ملعب الميناء الولمبي صدق فراس بحر العلوم لما قال ما زلت مصرا على كلام حفل افتتاح خليجي زين 25 سيكون أفضل من حفل افتتاح كأس العالم 2022 وفعلا أجمل من افتتاح كأس العالم بألف مرة برنامج السوديو والجماهير حيدار زكي أنتوا ليش دائما تسقطون بالعراق طبح الافتتاحية أجمل من افتتاحية كأس العالم قطرة بعد شي سأقول لكم لو يشعر لكم العشرة شمع ما تقتنعون وعمر رياض كذلك يقولوا قدم اعتذار نيابة عن الشعب العراقي للخليجيين حول ما حصل أمس يعني من نصبك وزير حتى تعتذر عن الشعب على أساس تحكي باسم الشعب لازم نطلع لكم فتزله أجمل تنظيم بتاريخ العراق هو البارحة بعد جهورة بذلت من قبلهم وبالتحديد نائم مدير بطولة كأس الخليج محمد ناصر البارحة بافتتاحية كأس الخليج كانوا جالسين على الأرض بعد نهاية حفل الافتتاح هو هذا يسمونه كرام الضيف الكرواتي برانكو مدرب منتخب عماني قل الصحفيون العمانيون يعتقدون أنه من السهولان تهزم العراق يقولون التعادل العقد المهم كيف ذلك العراق أفضل يوري بالاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد لخروج بعض الأمور التنظيمية عن إضارها الصحيح في مراسم استحاف فعاليات كأس الخليج 25 في البصرة وتقدم رئيس الاتحاد العراق عدنان درجال في بيان صحافي باعتذار للوفد الكويتي لما واجهه من صعوبات في دخول ملعب جذع النخلة وما نتج عنه من مغادرة ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبي الشيخ فهد الناصر وكذلك رئيس الاتحاد الكويت وأعضاء مجلس الإدارة وعبداء درجال أسفه شديد لمشاهد التدافع الجماهيري التي حدثت أمام الملعب ودخول المقصورة الرئيسية مؤكدا أن الاتحاد العراقي وكذلك القائمين على تنظيم البطولة سيضيعان في الاعتبار ضرورة تلافي ما حدث لضمان ظهور العملية التنظيمية في أفضل صورة ابتداء من مباريات اليوم الثاني للبطولة وأشارت الرجال إلى أن ما حدث من أمور تنظيمية لن يؤثر على متانة العلاقة بين العراق والكويت وبالأخص على المستوى الرياضي لافتا إلى أن الاتحاد الكويتي كان من أشد الداعمين لإقامة البطولة في مدينة البصرة سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد الكويتي حد الله شاهين والوفد المرافق له لملعبئي البطولة قبل إقامتها بنحو ثلاثة أسابيع أو بتواجد المنتخب لكويت الملاقات منتخب العراق والديم في ملعب الميناء الأولمبي وحث عدنان درجال الجماهير على ضرورة مواصلة الدعم والمساندة من أجل إنجاح البطولة التي تمثل بوابة عودة الرياض العراقي لاستضافة الأحداث الرياضية بعد فترة طويلة من الغياب كيف تقيمون عدنان درجال إلى الآن؟ رسميا دورة 16 من كأس ملك إسبانيا ريال مدريدي واجه فيا ريال في ملعب لاسيراميكا 18-1-2023 بينما برشلونة هي المحظوظة في هذه القرعة في مواجهة نادي سبته مرحبا بقلبي هنا وصلنا نهاية الفيديو سوي لايك للفيديو واشترك بالقناة فعل الجرس شارك المقطع لأصدقائك ليصلكم كل جديد كما معكم أناس في حمان الله نلتقي في فيديو جديد